أسعار السكر والزيت والسلع الأساسية في مصر النهاردة السلساء 17-9-2024 سجل متوسط سعر كيلو الرز السايب حوالي من 24 ل28 جنيه والمعبأ من 30 ل32 جنيه مع احتمالية تفاوت الأسعار بين المحلات والأسواق كيلو المكارونة المعبأة سجل حوالي 30 جنيه فأكثر وفقا لنوع المكارونة اللي بيتم شراءها السكر من 30 ل35 جنيه والدقيق السايب من 18 ل20 جنيه والمعبأ من 25 ل30 جنيه للكيلو وسجل سعر كيلو الفول من 40 ل50 جنيه وزيت الخليط من 55 ل65 جنيه للتر عباد الشمس سجل 84 جنيه وزيت الدرة سجل حوالي 95 جنيه بالنسبة للسنة الوزن الواحد كيلو سجل 95 جنيه والزبدة سجلت من 100 ل135 جنيه للكيلو برطمان الصالصة في حدود الـ 28 جنيه والجبنة البيضة من 120 ل150 جنيه للكيلو اللبن السايب حوالي من 30 ل35 جنيه للكيلو واللبن المعبأ حوالي من 38 ل45 جنيه للكيلو الشاي 250 جنيه سجل من 55 ل60 جنيه وزيت زيت الزتون 250 ملي سجلت من 150 ل180 جنيه التونة سجلت حوالي 55 جنيه والزبادي 12 علبة في حدود من 65 ل80 جنيه زيت الخل اللتر بـ 14 جنيه وبرطمان الطحينة حوالي 85 جنيه وكيلو لحم البتله سجل حوالي 410 جنيه والكندوز من 350 و400 جنيه شكرا